معالج الهاتف الذكي هو المكون الأساسي الذي يتحكم بجميع الأوامر والمكونات داخل الهاتف، تماماً مثل عقل الإنسان. كل إجراء تقوم به على هاتفك يتم نقله مباشرة إلى المعالج، الذي يحول هذه الأوامر إلى تغييرات مرئية على الشاشة في جزء من الثانية. بفضل المعالج، يعمل هاتفك بسرعة وكفاءة ليضمن لك تجربة سلسة وسريعة. ما هو النواة في المعالج؟ Core هي الوحدة الأساسية التي تقوم بتنفيذ الأوامر والتعليمات البرمجية. كل نواة تعمل كمعالج صغير مستقل يمكنه تنفيذ العمليات الحسابية ومعالجة البيانات. وجود نواة واحدة يعني أن المعالج يمكنه تنفيذ أمر واحد في كل لحظة. أما إذا كان المعالج يحتوي على عدة أنوية، فهذا يسمح له بتنفيذ عدة أوامر في نفس الوقت، مما يزيد من كفاءة وسرعة المعالجة. على سبيل المثال، إذا كان هناك معالج بأربع أنوية، فهو يمكن أن يعالج أربع مهام في نفس الوقت، مما يساهم في تحسين أداء الجهاز بشكل ملحوظ، خاصة عند تشغيل تطبيقات متعددة أو برامج تتطلب موارد كبيرة. يأتي المعالج في معظم الهواتف الذكية الحديثة بثماني النواء. باختصار، كلما زاد عدد الأنوية في المعالج، زادت قدرته على معالجة المزيد من المهام بشكل أسرع وأكثر كفاءة. أكثر تفاصيل في الرابط الموجود أسفل الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب.